اشتركوا في القناة عدد من السفراء والمسؤولين والمختصين في مجال الطهي وبينت سعادة وزيرة السياحة ان المنتدى يقام في ظل اهتمام الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعمه لسير قدما لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للسياحة 2022-2026 مما يجعل هذا المنتدى المهم حقيقة واقعة كما توجهت سعادة الوزيرة بالشكر لمنظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة على ثقتها باختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث المرموق مما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع السياحة وتسليط الضوء على تراثها الثقافي الغني وتقاليدها المتنوعة في الطهي مؤكدة ترحيب مملكة البحرين بالعالم في هذا التجمع التاريخي وذلك ايمانا منها بان سياحة فن الطهي هي اكثر من مجرد صناعة اذ تمثل جسرا يربط الثقافات ويحتفل بالتنوع ويمكن المجتمعات مما يؤكد الالتزام المشترك بمستقبل اكثر استدامة وترابط من جهته اشار سيد غزي ماريا ايثيجا المدير العام للمركز الباسيكي لفن الطهي الى ان السياحة الغذائية تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول والمدن مبينا اهمية التواصل وتبادل المعرفة التي تسهم في تحسين السياسات المحلية وتعزيز تجربة المواطنين ودور الجميع من اجل خلق عمل جماعي لمواجهة التحديات العالمية وقد تم على هامش اعمال المنتدى الاعلان عن افتتاح عدد من المطاعم العالمية الجديدة في مملكة البحرين فضلا عن عقد الشراكات النوعية بين الجهات المعنية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية والتي من شأنها ان تساهم في تنبية القطاع وتعزيز مكانة مملكة البحرين لطالما امنت مملكة البحرين بان سياحة فن الطهي هي اكثر من مجرد صناعة اذ تمثل جسرا يربط الثقافات ويحتفل بالتنوع ويمكن المجتمعات مما يؤكد الالتزام المشترك بمستقبل اكثر استدامة وترابطا هذا المنتدى هو المنتدى الدولي الذي تنظمه الامم المتحدة للسياحة واهمية استقطاب هذا المنتدى في مملكة البحرين هو لتبيان امكانية مملكة البحرين في مجال سياحة الاطعمة بعد انبين ما مدى الامكانيات المتوفرة لدى الطهات البحرينيين في مملكة البحرين المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الامم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط جاءت نسخته التاسعة بعدد من المحاور المهمة كتسويق العلامات التجارية للوجهات من خلال فنون الطهي والسياسات اللازمة لتعزيز سياحة الطهي اود ان اهني البحرين والشرق الاوسط ومنتدى الامم المتحدة العالمي التاسع للسياحة حول سياحة فن الطهي اعتقد انه في هذا اليوم التاريخي يحتاج الى الترويج للجميع ليعرفوا ان البحرين هي المكان الذي يمكننا فيه تناول وجبات الافطار والغداء والعشاء الرائعة ارى ايضا ان المشاركين في حدث اليوم سعداء للغاية ومندهشون لانهم لا يعرفون ما يمكن توقعه كل شيء فريد من نوعه هنا حيث يتم استخدام المكونات المحلية التي تعتبر جيدة جدا من حيث الاستدامة تأتي اهمية استضافة مملكة البحرين للمنتدى العالمي التاسع لمنظمة الامم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي في ترسيخ مكانة المملكة السياحية المرموقة بما يعكس سعيها المستمر للارتقاء بالسياحة المحلية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال والجهود الوطنية في احداث نقلة نوعية في القطاع السياحي اول شي كرامونيكا سفيرة هاي شي مو بس فخر لي فخر ان شاء الله للبحرين والدول العربية اول سفيرة عربية اكون اقدر انشر اكلنا الخليجي والبحريني حق العالم فاللي انا اسويه الحين اطور الاكل البحريني هاي اول شي طبعا احنا نعرف البحرينيين والطريقة اللي حبنا كلها فننشر ثقافتنا نفس ما قلت الى العالم مع الطعام يعد فن الطهي طريق يضع البلدان على خارطة السياحة العالمية ففي تذوق الطعام تاريخ امتزج بعادات وتقاليد بلد حتى اصبح لها مذاق ونكهة خاصة ووجهة للعديد من السياح لتذوق تلك النكهة التي انفردت بها عبر الازمنة في اطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة يأتي المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الامم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي 2024 والذي يسلط الضوء على افضل الممارسات في قطاع سياحة فن الطهي ودور القطاع في تحفيز الاقتصاد ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر